السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتكم grammar ro لتعلم اللغة الانجليزية ومرحبا بارجامي إلا كنت جديد في القناة بتنتج ثابتك إن واحد زر أحمر بركة عليه باش تشترك في القناة وما تنساش تفعل الجرس باش توصل بكل جديد وإلا عجبك الفيديو إن شاء الله واتنساش الدرجام وكومنتر زويل باش ديدو تشجعوني السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في هذا الدرس إن شاء الله سنقوم بتعلم طريقة استعمال model verbs وكي تسمى كذلك models كان يبلغ العربية الأفعال الناقصة الأفعال الناقصة وسميت بالأفعال الناقصة لأنها لا تتغير سواء تكلمنا بها في زمن الماضي أو زمن المستقبل لذلك سميت بالأفعال الناقصة لأن الهيئة ديالها وشكل ديالها لا تتبدل مع الزمن والمودل verbs هم can, called, will, will, shall, should, may, might, must, or to في هذا الدرس إن شاء الله سنتعلم طريقة استعمال كل هذه الأفعال الناقصة وكيفاش نستعملوها وعلى شك نستعملوها وشنو هي المناسبات التي يجعلونا نستعملوها سواء في جملة عادية أو جملة استفهامية نبدأوا بالدرسة ديالنا على بركة الله بحيث أن هذه مودل verbs نستعملوها نسبة possibility القدرة على فعل الشيء ability وهي المهار أو القدرة أو عدم القدرة على فعل الشيء permission وهي طلب الإدن أو إعطاء الإدن advice وهي النصيحة obligation وهو الإلزام إلزام شخص على فعل شيء ما وكتستعمل كذلك من أجل الاقتراح suggestion وكذلك deduction الاستنتاج أو استنتاج شيء وكذلك request وكتعني طلب الشيء كتطلبهم شيء واحد شيء حاجة وأخيرا offer يعني كتعطيك شيء واحد ولا كتعرض على شيء واحد شيء حاجة سنرى كل من هذا الموضل verbs فاش كيت تستعملوه ما بين هاد الاقتراحات هادو كامل اللي أعطيتكم ونبدأوا إن شاء الله ب possibility possibility الإمكانية إمكانية فعل الشيء وكتستعملوا فيها models اللي هما can called may might can يستطيع called يستطيع may يمكن might يعني يمكن وطريقة التعامل أو إنشاء جملة من خلال هذه الكلمة هادو هذي نشوفوها كالتالي I can't meet you right now I can't meet you right now بمعنى بالدريجة ما نقدرش نطلقك دابا أو ما نقدرش نشوفك دابا but we can meet at 7 o'clock ولكن نقدروا نطلقوا مع السباب I can't meet you right now كتعني ما نقدرش نطلقوا دابا but we can meet you at 7 o'clock ولكن نقدروا نشوفو أو نطلقوا مع السباب وهنا can't جات بالكون تخيار لها can وهي عدم القدرة ما نقدرش I can't ما نقدرش نطلقك دابا استعملنا but we can يمكنني أو أقدر أن نطلقوا مع السباب الجملة 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 الثالثة أن وقع شي يعني بالنسبة May كنستعمل لها لكن شي يوقع 70% أو 60% أو 80% أما Might تكون لديه برسنتاج 30% أو 20% أنه يقدر يوقع نرى الجملة الأولى يقدر يكون هنا مع الخمسة الجملة الثانية نفس الشيء ولكن البرسنتاج بيناتهم الاحتيمالي أنه يكون هنا مختلفة نستعملوا may تقريبا 70% eg نستعملوا might تقريبا 30% يعني البرسنتاج بأنه g ضعيل بزاف إلى 20-30% هذا هو الفرق بينتهم وهذا سنرى ability القدرة على فعل الشيء ونستعملوا فيها الكلمتين can and called القدرة ability قد تعني القدرة على فعل الشيء ونستعملوا فيها الموضلز can and called وغلت تلقوا بأن نفس الموضلز يقدر يتعود بزاف ديال المرات بزاف ديال المرات و بزاف ديال الحالة يقدر يتعود هو المعنى كي يتبدل for example I can run fast يمكن اللي نجري بسرعة يمكن اللي نجري بسرعة I can run fast وهذه ability القدرة على فعل الشيء وهي يجري بالزربة ثانيا she can't drive car ما تقدرش تقود السيارة ما تقدرش تسوق السيارة وهذه كدلك دخلة في القدرة example آخر في استعمال كلمة called model called هو I called swim when I was young I called swim when I was young وقلت لكم called كنت تستعمل باش ندروه في الباسي في زمن الماضي وهناك تعني هذه الجملة كنت كان أعرف نكون مني كنت كنت كان أعرف نعوم مني كنت صغير كنت كان أعرف نعوم مني كنت صغير I called swim when I was young يونج هي مني كنت صغير أما بالنسبة model permission وكتعني طلب الإدن كتطلب الإدن أولا كتعطي الإدن الشي واحد إما أنت كتطلبه إما كتستعمل الكلمات باش تعطي الإدن الشي واحد وكتستعملوا models can call and may can call and may هي هو كي يكون بيناتهم واحد الاختلاف من ناحية تأدو طريقة طالب الإدن أو لا إعطاء الإدن الشي واحد ونشوفهم بالتفصيل examples can I use your pain can I use your pain وشنقدر نستعمل ستيلو ديالك وشنقدر نستعمل ستيلو ديالك وكنستعملوها مع الأقارب ومع الغرابة ولكن طريقة تأدوب فيها نسبة تأدوب فيها طئيل إلى حد قليل بزاف ثانيا cold I use your pain please cold I use your pain please هذه جاية في الوسط 50% ما بين تأدوب وما بين عادية جملة الثالثة لستعمل may you may use my pain you may use my pain تقدر تستعمل ستيلو ديالي تقدر تستعمل ستيلو ديالي وهذه أكثر أداب كنستعملوها مع الغرابة ومع العائلة كذلك مني كنستعملوه كلمة may يعني كنكونوا مقدبين مئة في المئة كنكونوا مقدبين مئة في المئة كتر من cold وكتر من كان كتعطينا تأدوب كتر بعض الشي أبنى بالنسبة لأعطاء النصيحة advice تعني النصيحة advice تعني النصيحة وكنستعملو فيها should without to كنستعملو فيها الكلمتين should without to وغنشوفهم كيفاش شنو الفرق بيناتهم كيكون باقت الفرق بيناتهم احنا غادي نشوفوه for example you should study hard to get good marks you should study hard to get good marks يجيب عليك أن تدروس جيدا من أجل الحصول على نقاط جيدة يجيب عليك كتعطي واحد من نصيحة لشي واحد كتقول له خاصتك تخدم مزيان باش تجيب نقاط مزيانة خاصتك تخدم مزيان باش تجيب نقاط مزيانة ثانيا you shouldn't waste your time you shouldn't waste your time للمعنى كتعطي نصيحة كتقول له ما خصكش تضيع وقتك waste هو يضيع time هو الوقت you shouldn't waste your time ما خصكش تضيع الوقت ديالك الوقت راه تامين وهنا درنا نفي زدنا ذلك not باختيار كنقول له shouldn't فهو ما نقوله should not كنقوله shouldn't وهنا في هذا المثال غنشوفه طريقة استعمال out to تهيه في النصيحة كتعطي نصيحة شو واحد you out to sleep early you out to sleep early يجيب عليك أن تنامى مبكرا يجيب عليك أن تنامى مبكرا ثانيا he out to wake up early he out to wake up early شو واحد كي ينعاس مرساته حتى الجوجلات ثلاثة تتعطي نصيحة تقول له خاصك تفق بكري شي شوية خاصك تفق بكري شي شوية he out to wake up early اما بالنسبة لل obligation obligation تعني الإلزام تقول له شيء خاصك تضير ذلك الحاجة تعطي واحد الأمر خاصك تضير شوفوا الامتالة وكنسامل فيها must must يعني يجيب must يعني يجيب شوفوا المثال you must come early to work you must come early to work يجيب عليك أن تأتي مبكرا إلى العمل يجيب عليك أن تأتي مبكرا إلى العمل ثانيا you must clean your place before sleep you must clean your place before sleep يجيب عليك أن تنظيف المكان النوم قبل النوم يجيب عليك أن تنظيف مكانك قبل النوم هناك تتفرض على واحد الإنسان أنه يستعمل كلمة must 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 تعني يجيب must تعني يجيب أما بالنسبة لإعطاء اقتراح suggestion نستعمل فيها كلمتين shall and can shall and can شوفوا الجمل shall we go out shall we go out shall we go out ويجيب عليك أن نخرجوا لعلى برة ثانيا we can study history first we can study history first we can study history first بعد أن نتعلم الأصدقاء لكم تراجعوا شيء دورة أو شيء وتختار حالهم وتقول لهم يمكن لنا نقرأوا مادة التاريخ أولا وكذلك نجد الاستنتاج deduction يعني الاستنتاج نستعمل فيه كلمة وهما must be can be must be can be كتكون واحد الحادث وكتخرج به بواحد الخلاصة نشوفوا الأمثلة باش نفهمهم ممزين أحمد didn't come أحمد didn't come he must be sick أحمد didn't come he must be sick شي واحد كنت وكتتسناوه هو ماجاش كتقول له أحمد didn't come أحمد ماجاش يقدر يكون يقدر يكون احتمال يقدر يكون مريض جملة التالية nobody answer they can be out أش rumors كتصني عنهم كتصني عنهم لاتney نفهم تقوموا للتوحد哪ertal نشوف they can be out يقدر يكونوا يمن الموضفون فهمتوني في المام姑 nobody answer they can be out يقدر يجب خرجوه لا ي pied em pelo they can be out يعني يحدد يقدر ينا idols على وصل والآن مع طلب الشيء request تطلب شيء من شيء واحد وستستعملوا فيهم can, gold and may هم يختلفون بينهم في دراجات نسبة الأدب كلما استعملتها تكون الأدب ينقص فيها Can I have a pain, please? يمكن أن نأخذ من فضلك وهذه أقل أدبا من gold ثانيا Can you help me, please? Can you help me, please? هم يمكن أن تساعدني من فضلك؟ أو لا هم يمكن أن تساعدني؟ وهذه أقل أدبا من ساعة كما قلنا أدبا من ساعة الـ cold ثانيا 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 الآن نرى كلمة cold and may could you help me, please? 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 كما قلنا عندها 51% ديال الاحترام could you help me, please? وشي ممكن لك تساعدني من فضلك؟ ثانيا may I have a cup of coffee, please? وشي ممكن لك تجيب لي كاس القواء من فضلك؟ وهذه تكون الاحترام ديالها 100% يعني إذا بدأت تهضر كثير مأدب تستعمل معي والآن وصلنا لأخر الاستعمال لهذا models أو model verbs وهي offer offer يعني عرض شيء تعرض على شيء واحد شيء ولكن تريد تعطيه واحد شيء ولكن تريد تعطيه واحد العرض يعني تعطيه واحد العرض وستعملوا فيها الكلمتين can and world can and world شوفوا الميزل الأول can I help you can I help you ثانيا how can I help you الأولا تعني وش تقدر تساعدني أما الثانية تعني كيفاش نقدر نساعدك كيفاش نقدر نساعدك إلا مثلا شيء يقلب على شيء وهذه وبدأ يقلب وكتعرض عليه واحد الفعل تقدر تديره وكتسول كيفاش نقدر نساعدك كيفاش نقدر نساعدك وهنا استعملنا كلمة world في المثال نجد would you like to drink tea would you like to drink tea وش تبغي تشرب أتي ثانيا would he stay with us would he stay with us مثلا نجاعدكم شوط خالتك أو شيء متعمك أو هذا وطلب بصير الوالد أو الوالدة أنها تسمح لك أنه تقلس معكم أو تقلس معك وش تبغي تشرب أتي وش ممكن له يقلس معنا وحد اللي هنا نسانينا الدرس ديرنا لحد اليوم نتمنى تكونوا استفتو شوية ونمرجو تدوين هذا الدرس في أحد المذكيرات باش ما يتناساش مع الوقت شكرا على الدعم ديلكم وإلا كنت جديد في القناة كنزر أحمر تحتهبط مبرك عليه باش تفاعل معنا وتكون مع العائلة دينا وما تنساش تفاعل الجرس لكي تصل بكل درس جديد نشوفكم في درس مقابل إن شاء الله ما تنساش تدري لكم المطير وجيم بجديد ودعموني السلام عليكم